اجتماع ومؤتمر صحفي برضو يعني حلو أنا بشوف يعني بشوف الحكومة كل يوم بشوف رئيس الوزراء كل يوم بشوف الوزراء المعنيين كل يوم المرسلين الصحفين أصبحوا موجودين في مجلس الوزراء مستنين في أي لحظة يقدر رئيس الوزراء يطلع يكلم الناس حلو يعني ماشيين مع بعض فيعني القرارات اللي اتخذت النهاردة باعتبرها أنها تطور وتطور احترازي كبير جدا زي ما اسمعت وزير الطيران تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية من ظهر الخميس المقبل حتى 31 مارس الجاري توجيهات رئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ده دبعا بندهام جدا هيدخل فيه أتر كثيرة السماح للضيوف الموجودين على أرض مصر باستكمال برامجهم السياحية حتى يغادروا البلاد وفق توقيتاتهم وده طبعا هيتم بالتنصيق مع خطوط الطيران الخاصة بهم تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بهدف الحد من الاختلاط باستثناء الجهات الخدمية الاستراتيجية الآلية بتاع البنده ده الحكومة هتقولها أعتقد بكرة يعني الآلية هتقولك مدرية الشباب والرياضة مثلا يعني مدرية التموين مدرية مش عاف إيه عدد الموظفين مية هنخفضها لقد إيه الآلية دي الحكومة هتطلع تاني عشان توضحها للناس أهم نقطة رئيس وزارة قالها النهاردة يا جماعة مش ممكن دلوقتي نسمع للشائعات مستحيل يعني ده وقت مفهوش غزار وهو مش سايبك برضو يعني هو مش سايبك تبقى نص ساعة ولا ساعة بعيدة عن الحكومة المصرية لا هو الحقيقة الموضوع المؤتمرات الصحفية مخليك كإعلام ومخليك كمجتمع مستكفي تماما من الأخبار اللي بتجيلك من الجهة الشرعية بتاعتك لكن لو هنلجأ لوسائل إعلامية بقى أخرى أو لناس بتتصيد أو لناس غرضها إرباك المجتمع المصري بقى احنا بنساهم في ضمار أنفسنا فالنهاردة شفت رئيس الوزراء متأثر جدا ويتحدث عن الانسياق عن وراء الشائعات كمان ناشد رئيس الوزراء كفت الموطنين أن يكونوا على قدر المسئولية ويكونوا مدركين للوضع تماما رئيس الوزراء يناشد المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية مدركين لخطورة الوضع تماما وقال أنه من ناحية السلع والأغزية مصر لديها رصيد كبير جدا يكفي لشهور مقبلة وقال أنه هناك تنصيق مع وزيري الداخلية والتموين للتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أي أنواع من الممارسات التي تستهدف إخفاء أو تحريك أسعار السلع خلونا نشوف جزء من المؤتمر الهام اللي عقد رئيس الوزراء ونرجع للحضرات أولا أنه سيتم تعليق حرقة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من زهر يوم الخميس القادم الموافق 19-3 يعني آخر طيارة سيسمح بيها ستكون فيه ظهر يوم الخميس القادم والموضوع ده سيستمر لغاية يوم 31 مارس سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 حتى يوم 31 مارس وهدف هذا الموضوع طبعا بالتأكيد هو أن نقلل من عملية الإختلاط المباشر اللي ممكن سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في خلال هذه المرحلة تخفيض العاملين عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بإسلوب يضمن أن نحن مرة أخرى نقلل من الإختلاط ونحد من الإختلاط والاحتكاك بين المواطنين طبعا هذا القرار سيكون بيستسنى منه المصالح الحكومية اللي هي خاصة بالخدمات الاستراتيجية والتقديم الخدمات الأساسية للدولة القرار ده احنا ان شاء الله سيتم صدوره في خلال ساعات هدفه زي ما بقول لحضراتكم أن احنا نخفض من عدد العاملين في الأجهزة والمصالح الحكومية اللي هي بتبقى في الأساس أنشطة إدارية أو يعني لا تمس حياة المواطنين بصورة استراتيجية أو بصورة حقيقية وحيصدر هذا القرار في خلال ساعات ان شاء الله احنا الحمد لله عندنا رصيد كبير جدا من السلع النهاردة يكفينا لشهور طويلة فما فيش أي داعي أبدا لتكالب على أي سلع خالص السلع كلها متاحة ويمكن كان مبارح الحقيقة بالتنصيق مع السيد وزير التموين وأيضا السيد وزير الداخلية نحن هناخد بمنتهى الشدة ومنتهى الحزم أي نوع من الممارسات اللي ممكن أي حد يعملها بهدف إخفاء أي سلع أو زيادة أسعار سلع بدون أي مبرر لأن عندنا كل الحمد لله ولله الحمد السلع كلها متوفرة في مصر ما عندناش أي شيء يدعو لهذا الموضوع فاللي أنا كنت بأكد عليه وبأكد على السادة المواطنين ما فيش أي داعي إن إحنا نتكالب على السلع بتاعتنا ونروح نشتري لأن السلع متاحة وموجودة في كل المنافذ وفيه تنصيق كامل مع كل أجهزة الدولة ومع اتحاد الغرف التجارية ومع كل المصانع الحمد لله عندنا كل السلع موجودة ومتاحة لشهور قادمة إن شاء الله فما بالتالي ما فيش أي داعي للقلق في هذا الموضوع أنا وجهت أيضا السيد وزير السياحة إن ننتهز الفرصة اللي حيتم فيها تعليق الطيران بإن كل الفنادق والمنشآت السياحية تقوم بحملة للتطهير والتعقيم عشان نبقى جاهزين إن شاء الله بمجرد إنهاء تعليق الحركة الطيران لاستقبال ديوفنا السياح بإذن الله وتكون بإذن الله إن شاء الله تكون الأزمة يعني بإذن الله تكون خفت حدتها في خلال المرحلة القادمة رسالة أخيرة للمواطن المصري أرجو إن إحنا كلنا نكون على قدر المسئولية والإحساس بإن هناك أزمة على مستوى العالم كله لازم نتابع هذه الأزمة ولا نستخف ولا نستهين بهذه الأزمة ولا نتصور إنها بعيدة عننا وإن اللي حصل في دول أخرى مش هيحصل عندنا لأ لو هيبقى فيه هناك استهتار واستخفاف وإن إحنا ما ناخدش بالنا من هذه الموضوعات ممكن إن إحنا يعني لقدر الله يبقى فيه مشكلة لمصر فإحنا عشان كده مرة أخرى أنا بأكد كل هذه القرارات إحنا كدولة بناخدها هدفنا وهمنا الأوحد وده توجيه سيادة الرئيس ما فيش حاجة اسمها يعني أي خسائر مالية أهم شيء بالنسبة لنا هو أرواح وصحة المصريين يعني تحية للدولة المصرية اللي خدت المواطن معاها المؤتمرات الصحفية دي يا جماعة في غاية الأهمية وفكراتها في غاية الأهمية أنا النهاردة مش محتاج أروح لوسيلة إعلام تاني عشان أعرف حل بلدي مش محتاج أستمع إلى الشائعات حاسن رئيس الوزارة هيكلمني في كل تفصيلة المتعلقة بالطيران المتعلقة بالموظفين المتعلقة بالسلع الوزير المختص بيبقاعد موجود معاه يعني احترام كامل للمواطن المصري ده دورنا بقى وأرجوكم بصوا على تعبيرات وجه رئيس الوزراء وهو يتحدث عن الاستخفاف بالأمور أرجوكم يعني الدنيا كلها بتتحدث النهاردة لسه من دقائق الرئيس الفرنسي بيتحدث عن إجراءات استثاثية جدا في احتمال الجيش الفرنسي ينزل في احتمال أنه يحصل منع للمواطنين هتنزل من المنازل احنا ما وصلناش لمراحل دي انا محضر لكم فيديو النهاردة من منظمة الصحة العالمية بيتحدث عن مصر اظن ان احنا مش احنا ولا رئيس الحكومة منظمة الصحة العالمية بيقولك مصر وعمان من الدول اللي في المنطقة اللي اتخذت إجراءات مسبقة للحماية من هذا الخطر ده مش احنا ده اللي بيقول كده منظمة الصحة العالمية فيأتي الآن دور المواطن ترجمة نانسي قنقر